أدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية بالإيجاب على طلب الاتحاد الجزائري للعبة بخصوص استقبال منتخب الصومال يوم 16 نوفمبر القادم بدلاً من الثالث عشر من الشهر ذاته على ملعب نيلسون مانديلا في بوراقي بداية من الساعة الثامنة مساءً في إطار أول خرجة للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية موثوقة على أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً في الأيام القليلة القادمة يشار إلى أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي كان قد اقترح نهاية شهر سبتمبر المنقضي على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي استقبال منتخب الصومال لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب نيلسون مانديلا في بوراقي يوم 16 نوفمبر المقبل بدلاً من تاريخ 13 نوفمبر مثلما كان مبرمجاً للمباراة في وقت سابق ومعلوم أن نهائيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذا المكسيك كانت قد سحبت قرعتها في العاصمة الإفوارية أبيتجان منتصف شهري يوليوز المنقضي والتي أوقعت المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كل من منتخبات غينيا، أوغندا، الموزنبيق، بوتسوانا والصومال على أن يستهل أشبال بالماضي رحلة البحث عن تأشيرة المونديال بمواجهة منتخب الصومال داخل الديار يوم 16 نوفمبر المقبل قبل التنقل إلى الموزنبيق لمواجهة المنتخب المحلي في العشرين من ذات الشهر وقالت المصادر ذاتها إن القرار المتخذ من قبل المدرب بالماضي بالعودة إلى مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى استعدادا لمواجهة الصومال يعد من بين العوامل التي جعلته يدعو رئيس الفاف لتأخير مواجهة منتخب نجوم المحيط حيث يسعى بالماضي لاستغلال أكبر وقت ممكن من التحضيرات في الجزائر بهدف تصحيح الأخطاء التي وقف عليها في الوديتين الأخيرتين أمام منتخب الرأس الأخضر ومصر خصوصا وأن الخضر سيكونون على موعد مع السفر إلى عاصمة الموزنبيق مقوتو لمواجهة المنتخب المحلي بتاريخ 20 نوفمبر علما أن الرحلة إلى الموزنبيق ستكون مبرمجة بتاريخ 18 نوفمبر فضلا عن استقطاب أكبر حضور جماهير من أجل مساندة الخضر في أول خرجة في التصفيات المونديالية داخل الديار على اعتبار أن تاريخ 16 نوفمبر المقبل يصادف يوم الخميس وجدير بالذكر أن بالماضي الذي انتقد كثيرا وضعية الملاعب في مركز سيدي موسى نهاية شهر سبتمبر الفارد كان قد تلقى ضمانات من قبل وليد صاد بصيانتها وتجهيزها من جديد علما أن قرار الطاقم الفني للمنتخب الوطني بنقل التربص الأخير إلى قسنطينة كان بسبب أشغال الصيانة التي شهدها المركز في الآوينة الأخيرة اشتركوا في القناة